تمتلك ولاية غرغل مقدرات سياحية متنوعة ولموسم الأمطار طعم خاص في هذه الولاية التي تتعانق فيها سهولو ووديان شمامه مع مجرى النهر إضافة إلى كثافة الغابات والبطاح الأخاذة التي تعد أهم وجهة للمواطنين خاصة بعد هطول المطر بطاح غريجما الواقع في طواحي كيهيدي تعد من أبرز الأماكن التي يخرج إليها السياح من مختلف الأعمار لتمتع بمناظر الطبيعة وتدفق المياه من الهضبات المطلة على المدينة ماشاء الله زمن الأخريف زمن زين والآن ينتج السحاب خاصة أننا في مدينة كيهيدي بنا ضغط المدينة وهكذا نقتن من الفرصة ونأخذ شور الضواحي نشوف المناظر الخضراء تجينا سياسة ماشاء الله والوجوع زين وممتازة مع الأصدقاء ماشاء الله والأحبة ونعدو جو نذالي زين ماشاء الله والله يدوم على نعمة الأخريف ماشاء الله يعمل نويتم دائما يجينا بشكل اللي نختاره ونحن يجينا به ماشاء الله صحاب زين وياسر والخير واليعم ولله الحمد نحن هون في عبا بريد أشار كلوات من دشرة كيهيدي واخذين هون كل دحمسة يحكمونا ماشاء الله الشباب والناس كاملة والأسر يأخذوا في الجواء الخريف به اللي ماشاء الله تجبر فيها الهواء النقي والجو زين نجاب ربناتنا نحنا واخوتنا وصحابنا كاملين هون وغير الجو خريف زين هذه بداية زين وانشاء الله وانشاء الله خريف زين الجميع عبدالله وأستقاؤه يمثلون نموذجا من إقبال الزوار على الأماكن السياحية حيث يتجمع الكل هنا لقضاء قصد من الراحة والاستجمام بعيدا عن المدينة والضوضائها الخرجات العدل وبعض خرجات مناسبة وفيها ياسر الحمد لله من المتعة وقابلين وقتنا الحمد لله في كل أريحية وتبارك الله من شاء الله خريف جيد وتبارك الله على أصدقاء ونحب ويطالب سكان وزوار ولاية غورغول بإقامة مشاريع سياحية عصرية تلبي حاجيات الوافدين على المدينة وتساهم في التعريف بالمخزون السياحي المتنوي لهذه الولاية هاشم التهامي لقناة الموريتانية ضواحي مدينة كيهيدي ترجمة نانسي قنقر